اشتركوا في القناة مش بس وحدات سكنية للشباب لكنه هيعمل رواق في سوق الوحدات السكنية او في سوق المعمار في مصر وبالتالي هيعمل كمان فيه فرص لعمل وفيه يعني هيأثر في الاقتصاد هيبقى موضوع مهم خلينا نتكلم افتر ونفهم الموضوع اكتر من كل الجوانب من ضيفي النهاردة المهندس اشرف دويدار المهندس المعماري والخبير في المشاريع السكنية صباح الخير ونهارك سعيد بشمونس اشرف يعني قبل نتكلم عن الموضوع والخبر اللي اتنشر من فترة خلينا نعرف يعني ايه سكن منخفض التكاليف على الورق بقى هو الحقيقة انه فكرة منخفض التكاليف بقى ليه سمعة وحشة شوية يعني بقيت انه العمارات السنديء اللي شكلها وحش اللي شبه علبة الكابريت وده كان في وقت كان تبنى عمارات كتير الفكرة انه عشان تبصر منخفض التكاليف تعرف ايه التكاليف الأصل انه عايز توفر فاحنا اكتر حاجة في الاسكان دلوقتي بتتكلف هي الارض انه الارض عليها بقى فيها مضاربات كتيرة وبقت الاسعار مبالغ فيها وخصوصا بعد فترة المزادات اللي جات فترة رفعت اسعار الارض بشكل كبير فبداية لازم تبدأ تشوف حل منظومة الاراضي في مصر كلها تصوري انه الدولة مش لازم تبقى فكرة انها تكسب من هذه الاراضي في مشاريع الاسكان فتستطيع انها تطرح اراضي بالتكلفة بتاعتها وعليها ربح مقبول لتكلفة المرافق اللي موجود فيها بس تبقى مخصصة لهذا النوع من الاسكان عايزة تخش الاسكان متميز تقدر ترفع قيمة الارض بس المضاربة عليها مش بس بتأذي صناعة الاسكان لكن انك بتيجي على الصناعة انا الراجل عايزة استثمر في الصناعة لا اسهل لأضارب في الاراضي سيعمل فيها مكاسب كيف فهي بتؤذي كل المنظومة الاقتصادية في البلد يبقى اول حاجة لازم نجد حل لتكلفة الاراضي انها تتاخد بطريقة ارخص فنقدر نقل الجزء كبير من التكلفة الثاني حاجة محتاجين ندرب العمالة بتاعتها لان انت جزء من التصميم بتاعك بتبقى خايف من سوء العمال بالذات في الجزء بتاع الخرصانات والجزء الانشائي الأساسي فبتبدأ بتحط تصميمات تحط تعمل أمان عالي شوية عشان خايف من إيه اللي سيحصل في التنفيذ عشان هذه مرة ما تقعش وبالتالي بتتحمل تكلفة أكتر في الخرصانات وبالتالي يبقى سعر الحديد لما يزيد أو الأسمنت لما يزيد طبيعي وانت حاطة كمية كبيرة بتزيد في حين الدول البرة بتعمل ايه بتتكلم على انه بتدرب عمالة بتطلع تصميمات بتقلل على قد ما بتقدر فبتخش بقى في قصة تانية إزاي تستخدم مواد خفيفة تقلل من الأحمال اللي موجودة فده جزء تاني من المنظومة التانية اللي هي تبدأ تشوف قصة التصميمات والمواد البنى اللي بتستخدم بطلع نستخدم الحوائم للحملة كان زي ما بنبني بالطوبة كان تطلع أدوار عالية فهي بقت فكرة إزاي تعيد فكرة التصميم كتكلفة الحاجة التالتة مش لازم عملها عرض كبريت كنا بناخد في الكلية توجيه الشؤاء زي الفتحات فاتدخل الهوى وبالتالي تبقى البيوت دي صحية كمان وتبقى موجودة الحاجة الجديدة أنه تبدأ تستخدم الحاجات للطاقة اللي هي السخنات الشمسية فتجد أنه على التكلفة الطويلة ما عندكش مشكلة الكهرباء والمياه فتبدأ فهي الحقيقة ملهاش منظومة واحدة يعني لازم تبص ديها كلها زي توفر أراضي زي تعيد في الكفاءات العمال عشان تبدأ تحسن في التصميم وتستخدم المواد الجديدة والريسايكلد اللي هي المدوارة الجديدة وتستخدم حاجات رخيصة ما تدرش بالشكل العام بحيث يبقى السكان مناسب لكل الناس اللي هتسكن فيه طيب هنالك عطيني الموضوع دعنا ندخل في الخبر الحقيقة الخبر لما تقال فرح ناس لكنه برضو أثار الجدل والناس اتكلمت اش معنا شركة إماراتية اش معنا ما عرفش ايه شركة إماراتية مع الجيش المصري هعملوا مليون وحدة سكنية الموضوع من وجهة نظر حركة ازاي؟ الحقيقة بدون الدخول في تفاصيل هو ليه قدها لشركة إماراتية تصوري وأكون أنا خاطئ مصري ما بتطلع تعمل تعاملات مع دول برة بتقدر تبعد شركة المؤولين العرب لأنها الشركة الحكومية تصوري الإمارات بتدعم إحدى الشركات القطاع الخاصة الإماراتية علشان تقوم بدوري للدولة ما عندهاش جهات زي مصري بتتعامل فيها قد يكون ده السابق لكن الأهم من كده إنك أنت عملت حكتين الجيش حيضر الأرض تقريبا ببلاش فهي أول منظومة في انخفاض التكاليف سعر الأرض قللت أو تقريبا بقاش موجود وبالتالي هتقل التكلف إنك هتنشئ مليون وحدة سكنية عظيم جدا لأنك هتوفر شؤاء وفي نفس الوقت هتبدأ بتقول يعني أنا تصوري هي مشكلتها الوحيدة مش في إنشاء الوحدة بس يمكن في المدة زمنية اللي بيتكلموا عليها يعني لما تقول إنك هتبني مليون وحدة سكنية في خمس سنين يعني 200 ألف وحد في تقارير طلع مثلا السنة إنه الربع الأولاني أو الثاني من 2013 اللي حيخش عدد الشؤاء اللي حتخش تبقى جهزة للناس وحدات سكنية حاولي 4,400 يعني في أفضل الحلول لو إحنا أخذناها في أربعة يعني تتكالي مثلا في 12 أول 20 ألف وبالتالي إنك هتنشئ 200 وحدة سكنية في ظرف السنة أعتقد أنه ده تحدي كبير ده اللي لازم يقلقنا يعني بغض يعني إحنا نبقى مسؤولين إنه في مليون وحدة سكنية هتخش تكلفة هتبقى منخفضة لو فيها دعم هتقدر توفر شواء للشباب والناس المحتاجة لكن أعتقد اللي لازم فكر عليه إزاي هننشئها فيه ظرف خمس سنين ده التحدي الحقيقي الناس اللي فرحانة بالخبر قالت إنه بما إنه شركة مش مصرية يبقى نظامنا وفيه مصداقية في الموضوع الناس اللي فرحانة الناس اللي يعني بغض النظر مدعامة من الجيش المصري أو برعاية أو بشراكة الجيش المصري عاملة برضو ثقة عند الناس هل موضوع هذا فعلا يعني جائز ناس سبقى شايفها كده أنا شايف إنه عندك شركات مصرية تقدر إنها تنفس وزي ما ما نفذوش لي ما عملوش لي من البدري ما اقترحوش لي حتى هو الاقتراحات وعمرها موجودة بس إنت ابتدت تقول إنه في دعم فلوس جاية من بعض الدولة الإمارات علشان تدعم لو أنت جبت أي شركات وحتقول لها أنا حديك أراضي ببلاش وحقدر أساعدك تتعمل أكيد ناس كتير شركات مصرية هتخش فزي ما بقول مش لازم يقلقنا مين اللي حينفس يعني إيه اللي يمنع إنه تبقى شركة إماراتية موجودة أفضل إنها تبقى شركات مصرية صحيح لكن خلينا نبص على إنه إنشاء مليون وحدة سكنية ده معناها حيشغل كم من الصناعات لأنه تعرف صناعات الإسكان من الصناعات اللي بتقوم حواليها صناعات كتيرة في بعض أرقام بتقول بتتجوز 200 صناعات حواليه فبالتالي دي مش كلها هتجي إماراتية دي هتبقى شركات مصرية وبالتالي حتى لو في جزء بتقوم بيه شركة إماراتية والناس شايفة فيها لكن الأهم من كده بقى فرحان إنه هتعمل حركة واتدخل بعض الصناعات الشركات اللي بتعاني هتشتغل هتحل مشكلة البطالة الإسكان من الصناعات اللي تحل بطالة والمرافق هي من الحاجات اللي بتحل مشكلة البطالة وده اللي كان بيعمله الرئيس الوزراء ما كان وزير الإسكان كان مركز على البنية الأساسية لكل المشاريع إحنا عندنا مشكلة مشاريع لغاية النهار ده بتتنفس والمرافق ما وصلت لهاش فبالتالي مرافق وإسكان ده بيشغل كمية من العمالة الكبيرة اللي تحل لنا جزء كبير من البطالة الموجودة فده حاجة إيجابية ما تساعدونا نخلي نفتح مشاريع جديدة ويبدأ تخصيص الأراضي وتعطي منظومة للأراضي متكاملة تساعدنا في نفتح هذا المجال طيب حركة متخصص شايف أن وجود الشركة الإماراتية دي يضمن أننا أخذ كواليتي أحسن شوية من اللي بتاخدها من الشركات المصرية بمعنى أنه فيه كومباونز أو فيه أماكن كتيرة أو في 6 أكتوبر وفي حدف كتيرة عاملها شركات مصرية منخفقة التكاليف ومعمولة للشباب ومعرفش الحي الإيه والبناء الحاجات دي كلها الكواليتي بتاعيتها مش حالة يعني في الآخر موضوع معمول بقى تكاليف قليلة أنا هبيعه للمستهلك أو للراجل اللي عايز يجي يشتري فلوس قليلة فأنا كمان عامل حاجات قليلة عامل باني بطريقة فيها يعني تخفيض مبالغ فيه في كل حاجة فأنا أخذ في الآخر منتج رخيص هل وجود الشركة الإماراتية يدمن أن نأخذ حاجة كواليتي حلوة كواليتي محترمة هو الحقيقة مش عارف إن كان يدمن ولا ما يدمنش لكن نتمنى أنها تخش بمنظور جديد تخلينا نبص للحاجات المنخفض التكاليف من نشنها حاجات قبيحة أو حاجات رخيص فنأمل أن يكون التصور اللي حيجيبوه والتصميمات اللي يجيبوها تعمل نوع من تغيير الثقافة اللي موجودة لإيه مفهوم المنخفض التكاليف وبالتالي نأمل أن تبقى تصميمات مختلفة تراعي بعد البيئي وتراعي المناخ اللي موجود في مصر وتراعي حاجات مختلفة كثيرة حتى في المواد اللي نتكلم عليها فنتمنى أنها نموذج نبدأ نقول ما هو اتطبقت بطريقة كويسة زي ما بتقول في بعض المشاريع تشوفنا الجهات نفذتها بطريقة كويسة يعني نحن نقدر ندير المنظومة كويسة فخلينا نقول إنه دي نموذج يا ترى هي المليون وحدة سكنية ستحللنا كل مشكلة الإسكان إحنا متخيلين هي بداية نحن متخيلين من هنا لـ 2022 محتاجين حوالي 4 مليون وحدة سكنية والله أعلم عندنا كفاءة لو المليون منهم طلعت بنموذج مختلف يساعدنا نعملها بطريقة مختلفة في المشاريع الثانية هي الفكرة نكتبص الحاجة بطريقة إيجابية نشوف إزاي نقدر نعدي للحاجات الموجود ويظل القطاع الخاص لازم يبقى له دور في كل ما يحدث ويبقى له دور لأنه يعني مش بس وظيفتك إنك تعمل إسكان إزاي تساهم في تنمية وتطوير هذا السوق وهذا النشاط اللي موجود في مصر طب شو مانسف عليش عشان برضو نركز عن نقطة دي إزاي أين كان من الشركة اللي هتعمل إزاي شركة تعمل مشروع منخفض التكاليف لكنه في الآخر منتج واحترم مصروف عليه يعني مصروف حتى على حاجات صغيرة الحقيقة إنه يكون صحي كمان أو يعني يعني غير إنه فيه تصاميم لازم يبدأ إنه يبقى للشركات لها دور مش بس إنها بتنشئ مشاريع يبقى لها إنها دور إزاي تقدم منتج جديد وإزاي تقدم خدمات مختلفة ويبقى التنافس في تقديم هذه الخدمات يعني أنا ما أعتقدش إن المستثمرين الكبار أو الشركات اللي بتغمل في هذا العقار يبقى بس وظيفتها إنها تنشئ عمارات وتبع لما نبص على الإسكان الغالي اللي موجود بيقولك تعالى الكمباوند عندي فيه عمارات وفلات ومساحات خضرة وعندي خدمات موجودة نبدأ نشوف إزاي نقدر نعمل هذه الخدمات فممكن نبدأ نقول إنه جزء من وظيفة هذه الشركات إنها تعمل خدمة مجتمعية للناس اللي موجودة فيبقى فكرة الخدمة المجتمعية مش مجرد إنك بتتبرع بفلوس عشان تصرفها على الغلابة في محيط المشروع اللي أنت بتعمله فيه لكن ما فيش ما يمنع أنك تعمل بعض المشاريع يعني نجي نقول الخدمة المجتمعية اللي حتقوم بها هذه الشركات تبقى في تقديم بعض الخدمات تصرف عليها تحسن من المنظر العام اللي موجود في هذه المكان وتعتبر إضافة للناس الغلابة أو اللي موجودين اللي حتسكن في هذه الوحدات من خفض التكاليف حلو أول طيب دلوقتي إحنا سمعنا أو بنشوف بقالنا سنين عن كومباونز بيأخذها رجال أعمال ويعملوها دفع فيها ما دفعش مش قصتي بس أنا في الآخر ما بيخدمش المجتمع ما بيقدمش خدمات مجتمعية بمعنى إنه الراجل اللي أخد كومباونز وكسب منه مليارات ليه مش قدام ده بيقدم خدمات إن أنا يا جماعة والله هرصف حوالي وهعمل كهرباء وهعمل جناين وهعمل الموضوع عندنا فيه يعني خلال في حاجة ولا دي حاجة كتمقصودة أنا مش فهمها بصراحة المستثمر في حالات كتيرة بيبقى جاي كل هام ونحق المكسب اللي موجود بتاعه بس فيظل إنه فيه دور للدولة الدولة هي اللي تبدأ تقول طيب مثلا أنا أعرف إنه فيه فائة المجتمعات دلوقتي بتقول بتدرس إنه إزاي ندخل الطاقة الجديدة المتجددة في هذه في الإسكان بتاعنا وبالتالي المنظومة اللي بيدرسوها إنه حديك حطة أرض لو استخدمت الطاقة الشمسية فيها حيبقى لك تخفيض على سعر الأرض اللي موجود لو حتستخدم هذه المواد يبقى لك بعض المزايا اللي موجودة في التعاقد اللي أنت تتخذه فيه في الأراضي فبالتالي يجب الدولة إنها تقول لو أنت عايز تعمل مشروع كبير يجب إنك تسند في بعض المشاريع الأخرى تنشئ إسكان يبقى فيه جزء لهذا الإسكان المتوسط وفي نفس الوقت تطلب منه إنه يبقى في أي منظومة حتنشئها تقدم خدمة للمجتمع اللي أنت موجود أو خدمة يعني إيه الخدمات اللي ممكن مقترحة من الحكومة والله يعمل كذا نتكلم على تجربة إحنا عملناها في إحدى المشاريع بتاعتنا إنشأنا مول في شرع الهرم وكان جزء من الخدمة إننا عملنا كبري للمشاة بيعبر طريق الشرع الهرم وتعامل بعد ما أخذنا كل الموافقات من المحافظة وكل الجهات زي متر الأنفاق وغيره وخلافه وكمان أخذنا خلينا جيش هو اللي يقوم بتنفيذه فده رغم أنه فيه محطة لمحطة المتر الأنفاق ستتعامل قدام هذا المول كمان ثلاث سنين أو حاجة إحنا قررنا إننا حنساعد المجتمع المنطقة اللي إحنا موجود فيها لأنه كم الحوادث اللي موجودة وانت بتعدي شرع الهرم فعملنا وقررنا إننا حننشئ هذا الكبري بالتكلفة العالية بتاعته علشان نخدم الناس اللي موجودة ونساعد الناس يجي حتى لو بعد فترة حيتشال فده جزء من الخدمة اللي إحنا عملناها في إحدى مشاريعنا موجود عملناها بالاتفاق مع المحافظة ومع الهيئات المختلفة وجبنا حتى الجيش كنا شايفينه ده النموذج ليه بتاع خاص بيعمل خدمة للمجتمع بموافقة الجهات الحكومية وجبنا يعني جهة ليها مصدقية زي جيش إنها تقوم بالتنفيذ ومنع لأي شبهات تبقى موجودة على أي حد بيشتغل فيها ده دور عظيم ده إحدى النماذج اللي هتبقى موجود طب إزاي عمم النموذج ده يعني زي خلي التجربة دي مش تجربة واحدة معدية كده شركة بتعملها إزاي أقدر أخلي يعني هل عملها بالقانون هل عمل قانون بيلزم الشركة اللي جاية تعمل كمباوند أو الرجل الأعمال اللي جاية هتعمل كذا قدام كذا أنت تقدر تيجي تقول أنت فيه في كراسة الشروط اللي بتقدمها عشان تاخد أي حطة يجب أن أكلك سبقة أعمال ويجب أنك تنتهي بزار في خمس سنين ما فيش ما يمنع وأنه يبقى فيه جزء من التكلفة بتاعتك بتقوم بها بخدمة مجتمعية للمنطقة اللي موجودة مش لازم تكبر الناس عليها لكن جايزة يبقى فيه حتة أنت عايز تعمل مشروع تقترح على أندوات أنه في بعض المشاريع عايزك تعمل وقدم له خدمة قدامها وقدم له مغريات يعني خليني أدي نموذك تاني كنا بنيجي بنعمل في المناطق الصناعية اللي هي المطورين الصناعيين اللي كانوا موجودين كان بياخد مطور منطقة يبني يحط فيها المرافق وينشئها ويقسمها علشان مصانع تبقى موجودة كان في بعض الاشتراطات اللي موجودة من الحكومة حطتها للمطور أنك تعمل مراكز تدريب تعمل جزء للسكن عاملين بطريقة معينة والمستثمر ما بيديقش لأنها بتبقى جزء موجودة فيجب أنها تكون في الاشتراطات الموجودة من الأول الدولة تقول لها تصور هي عايزة تعمل إيه وزي تخدم المواطن بتاعها بحيث أن المستثمر يكسب لكن في نفس الوقت الدولة ترفع من عنكاهلها بعض المشاريع الخدمية اللي لازم تبقى موجودة وتحطها ما يمنعش أنها تبقى موجودة في الاشتراطات وتبدأ ينفذ عليها المستثمر هل السركة الإماراتية اقترحت أي حاجة من الخدمات دي أحيانا ما عرفش لسه لازم نبدأ نشوف ونشوف التصميمات حيطلع شكلها إيه ونشوف لو هي هتتبرع في بعض الخدمات اللي هتعملها لهذا المكان لأنه أنا متساير أنه هيبقى في أكتر من منطقة ونشوف فيه تنوع يبقى في الخدمات يعني تحدد المكان بتعمل المحدد مش على علم تحدد فين لكن هيتقسمه ده مفروض هيتقسم مش هتقسمه حتى واحد طيب يعني شركات المعمار المصري دورها إيه في المرحلة هل تستنى مترقبة اللي هيحصل الموقف هيحصل في إيه نتيجة إيه وتستنى ثلاثة أربع سنين لحد ما يبين المشروع لا الحقيقة أنت عندك فيه في مصر مثلا رقم كده عندك حوالي 540 ألف حالة زواج بتخش كل سنة يعني عندك أنت تقريبا لو قلت في المتواصل تقريبا 140 ألف شقة جديدة لشباب الموجود فأنت مش هتستنى المشروع ده عشان يخلص فبالتالي أنت يجب أن تشتغل والفترة اللي فاتت نديجة الوضع الاقتصادي في البلد الناس ابتدت تخاف تحط فلوس في البنوك ابتدت تستسمر يا في أراضي يا في عقارات ففيه احتياج أنه ما أقدرش أستنى إذا نقول إحنا محتاجين أربعة مليون خلال الفترة للألفين وعشرين فهي أنك مش هتستنى هذا المشروع فعند الناس دي لازم تبدأ من النهاردة تبدأ تشتغل وتبدأ تنتج والدولة تبدأ تتابع وتحط اشترطاتها بغض النظر ويبقى فيه نوع من التنافس فيه نوع الخدمات اللي هتتقدم للمشاريع اللي هتبقى موجودة فيه نتمنى يا رب أنه ما شو الله يكون يعني بداية خير لأنه 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 نحن فعلا محتاجين كده لأنه كمان من كلام حاليك دلوقتي أنا كشاب عايزة أروح أشتري شقة عشان أتجاوز فيها لو تقال لي تعالى في شقة في مدينة 15 مايو أنا اللي هارميني في حتة مقطوع مفاش خدمات مفاش حاجة مزبوط ففي الآخر أنا هتطر أن أعود هنا في أي مكان لأنه ما حاوليش أي حاجة تختمني كمواطن مزبوط أو أنك هتفضل عاد في العشوائيات لأنها جنب كل الخدمات اللي موجودة وكان إزاي أنك تقدر مش بس كده هي كمان تكلفة شقة هتبقى كامل وجي الراجل بتقول له أنه المتر الشقة بأربعة كلاف جنيه يعني عايش تجيب له شقة مئة متر يعني بتقول له بربعمائة ألف جنيه مين شاب يقدر يطلع يقدر يدفع ربعمائة ألف جنيه دلوقتي في زل الأسعار لا هتوصل لمليون جنيه فالمليون جنيه مين شاب يقدر يسكن فيه مستحي لو إصط أو أي حاجة سهيلات كل 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 ذلك أي طريقة وبالتالي تبقى المشكلة عندك أنه إزاي الدولة تعمل دورها في توفير للناس دي ومش لازم ما هو بص الفكرة كمان الشباب مش بتكلم حتى على الناس اللي ما حددت الدخل بتكلم حتى لو واحد شاب بيشتغل فيه وظيفة كويسة بيخد له أربع تلاف جنيه هقدر يستقطع منها قد إيه علشان يشتري شقة في هذا فإنت مش بس بتكلم على كل الشباب بكل الطبقات بتاعته أنه الراجل من حقه ويسكن في شقة محترمة ويربي أولاده يبقى في مدرسة جنب البيت في خدمات يقدر يعيش جوا يعني نتمنى يا رب إن شاء الله يبقى مشوع بشة خيل كده أو بداية خيل الفترة اللي جاية مهندس أشرف دويدار أنا بشكو حلقت جدا عجودك معي النهار ده نورتيني في نهار سعيد مسكورك جدا خلصت حلقتنا لكن بكرة إن شاء الله قبل دلوقتي بساعتين سيكون معكم فريق عمل جديد ويوم جديد ونهاركم سعيد سلام